فهلأ قل هلو ازاي بطريقة لطيفة اللي هو بدل ما هو انت يعني مش مهتم بيا وعينك في الموبايل وانت اهم حاجة عندك الموبايل تب خلي الموبايل ينفعك وهوب اتطلقنا انا هديكي اتيكت النقد كمان شوية ايو بزاد فانا مفيدة قولها ازاي بأدب ان انا قولي اللي قدامي اهتم بكلامي اعمل يا حاجة من الاثنين يا اما اسكت خالص فهو ما ان انا هسكت فهيبصت غصبا عنه انا عملت حاجة اسمها pattern interrupt هو سامع ان انا بتكلم سامع بك فاول ما سكت مش هيكمل سانيتين هيبدأ يبصلك يا انتبه هو ايه سكتت لي فساعتها هبدأ اكمل او ان انا الفت نظر بمونتاج شاك انت سمعني انت فهمت انا قلت ايه سمعتني بس بمونتاج شاك ومش سمعتني برضو اخذي بالك برضو نرجع لجزء من الاتيكات هو ايه حاجة اسمها tone of voice نبرة الصوت فيه فرق بين انت سمعتني سمعتني اللي اتنين نفس الكلمة بس هم مختلفين فيه واحدة فيهم تبين انه انا بتحديك وانا عارفة انت ما تسمعنيش وزي كالعادة و ايه وي وفيه واحدة تانية بتسأل بسؤال بلطافة انت سمعتني يروحها متنرفز علي ولا يا ساتي سمعتك اعمل ايه ما انا عندي شغل مهم على التليفون لو هي بتتكلم في اللحظة دي بقى اصل 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 ويوبخها مفروض اتيكيت اعمل ايه اسيبه وامشي ولا اقوله ما انا بتكلمك بهدوء تكلمني بهدوء لا كده بقى هندخل في جدال الجدال مش من ضمن الاتيكيت لانه الجدال مش هنوصل لحاجة فانا هقوله طيب خلاص اوكي انا واضح ان انت مشغول قولي اجيلك امتى نتكلم مع بعض لما تلاقي نفسك فاضي انا كده زنقته هو الاتيكيت برضو بيعلمني حاجة حلوة قوي ايمان اعلمني اخد اللي قدامي بسمعها والله العظيم يا ربا باتحك ليه بقى تخيالي تخيالي يا جماعة في زوجة وزوج مصري لما تيجي تكلمه بعد كده هو يسكت مثلا او ما يردش عليها او متضايق منها او قافش عليها فتقوله طيب قولي اجيلك امتى نكمل كلامنا باتحك مفيش حد مفيش ست بتعمل كده ابدا يا ربا انا بعمل كده انا بعمل كده مع جوزي فاقوله طيب انت اقولي انت فاضي امتى اتكلم معك هو بيسمع كلامك بس عشان انت خبريت اتيكيت في قولي مش عارف اخدوات دي معا اطلاقا فانا بقوله انت اقولي بس دي حاجة مهمة على فكرة مشاكل زوجية كتير جدا جدا يا ايمان بتيجي بسبب انه التواصل مجرد التواصل